يا ترى هل ترى احنا في المدرسة علمنا ولادنا او عرفنا ولادنا يعني انا النهار ده انا وانت كده لو سألنا حد عيالي وعيالك بالمناسبة يعني اوه هتفتكر ان انا عيالي فلاليت خالص تقولهم مين عبدالهادي الجزار طب اسأل كل زميلي مين عبدالهادي الجزار بقى على رأي عوض قال لي احنا كلنا يوسف مش عدين عبدالهادي الجزار ما بولك احنا لا نوع في نفسنا احنا حتى جلنا ده اللي هو نهار ده الراجل عندي 47 سنة عوض انت بقيت كام 45 عوض حبيبي عوض فمين عبدالهادي الجزار هتلاقي كله قاعد ساكد كده ومساهم وبتاع واللي عمل نفسه مش سامع وبتاع واللي بيسرح بيفكر وهكذا مين عبدالهادي الجزار ينهار ابيض انا مجرد راجل محظوظ بالمناسبة يعني بامي وابوي الله يرحمه بس بقى وانا في المدرسة حد علمني مين عبدالهادي الجزار لا هو انا كان عندي مدرس رسم في مدرستي كان عندي مدرسة رسم علمتني مين عبدالهادي الجزار بصراحة لا يعني اذا ما شكرت في مدرس التاريخ بتاعي ومدرس الالجبرا او الله مستر سامير محفوظ الله يرحمه وقدس روحه ما سأولى مستر عمد ربنا يديله الصحة ولا مستر جمال روضل في ربنا يديله الصحة يعني دي قصة لكن كان عندي مدرسة رسم بتسبنا وبتشتغل تريكو يعني والله بتكلم جد معلمتنيش مين عبدالهادي الجزار عبدالهادي الجزار يا مولانا واحد من اهم الفنانين التشكليين في مصر والعالم عبدالهادي الجزار مش مجرد رسام عادي ده رسام فيلسوف لما تيجي تقعد تتفرج على لوحات عبدالهادي الجزار وتشوف تاريخ الرسم عند عبدالهادي الجزار تاريخ رسمه هو وازاي يقعد يفلس في بدء الخلق واستخدامه مثلا عنده لوحات كان يستخدم فيها الاصداف باعتبارها شكل من اشكال حماية هو يفعل الرسام المهم بالمناسبة لازم يكون فيلسوف لان الرسمة مش مجرد شوية الوان ولا زي ما بنتفرج في الافلام الكوميدي واحنا بنضحك واحد يقعد يجيب شوية بوية والوان ويقعد لطش بيها ويقولك لوحة من الفن التجريدي والتكعيب مش حاجة اسمها كده الفن ده او الفن التشكيلي كمان بزي اي فن بالمناسبة فلسفة يعني لو عايز تتميز فيها فلو ما فيش فلسفة يعني ما فيش فن فعبدالهادي الجزار ده واحد من اهم فلسفة المدارس الحديثة في الفنون التشكيلية مش بس في مصر في العالم لوحات عبدالهادي الجزار دي تمانها ملايين مش ولفات ولا مئات الالاف ملايين دي لوحة من لوحات عبدالهادي الجزار الله يرحمه عبدالهادي الجزار مش عايش وسطنا يعني الله يرحمه توفى اللوحة دي اختفت كدتش موجودة اختفت اللي عجبني في القصة بتاعت النهار ده ازاي بقى اختفت بقى لها يجيئة دي بتاع ربعين سنة تقريبا اختفت في السبعينات لو انا فكر مزبوط يعني اه حلو طيب سبعينات اه يعني تقريبا خمسين سنة اه ما انا سبعينات يا تمساح انا عجزت اوي تمساح المهم تمساح زميلي وصديقي فاختفت واحد وسبعين بالزبط واحد وسبعين اشرف لسه بيفكرني اهو اللوحة دي اختفت اللي عجبني في القصة هو تحرك وزارة الثقافة ازاي الوزارة هي اللي اتحركت عملوا بيان يا جماعة فيه لوحة كذا 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 للفنان التشكيل العظيم عبدالهادي الجزار اللوحة دي اسمها من وحي فنارات البحر واحنا بندور عليها ادي اول حتة عجبتني ان الوزارة نشيطة في ذلك يعني قطاع الفنان التشكيلية عمل كده رائع في مواطن رائع رائع جدا اوي خالص ارى البيان هو ما كانش عنده علم انه الوزارة عايزة اللوحة فارى البيان فرح متصل بالوزارة يا جماعة انا الشخص اللي عنده لوحة عبدالهادي الجزار من وحي فنارات البحر وعايز اجيبها لكو قلولي ايه الاجراءات وفعلا خب بعضه راح سلم اللوحة الوزارة بدأت تشتغل على انه نتأكد مية في المية انه اللوحة دي هي اللوحة الاصلية ما يبقاش حد بيضحك عليه نيع وبالفعل اتعاملت كل الحاجات اللي بيعودوا يعملوها والاجهزة الحديثة والمش حديثة للتأكد من انه زي ما حدكم شارفين طبعا هنا في المراجعة بتاعة المتخصصين وفي استخدامات لاجهزة تانية بتتعامل عشان نتأكد دي اصلي مضروبة ده عبدالهادي الجزار فعلا ولا حد عمل رابليكا للوحة او نسخة تبقى الاصل الاخ الاخ وتأكدوا انه دي لوحة عبدالهادي الجزار التي عادت سالمة مرة اخرى لتعرض فيه متحف لوحات عبدالهادي الجزار هنا خط خط للحفاظ على هويتك خط للحفاظ على ثقافتك القصة مش قصة مقتنيات حاول تاخد بالك معايا القصة مش قصة المقتنيات والقصة مش قصة هي اللوحة بملايين ولا بعشر قرور هي طبعا بملايين هي القصة انه دي هويتك دي ثقافتك اللي لازم تفخر بيها جدا اللي لازم تبقى انت فاهم انه اهمية عبدالهادي الجزار بهذا الحجم فلما اشوف يا ترى يا هل ترى هو انا عندي في مناهج الوزارة ما يتحدث عن عبدالهادي الجزار او بيكار اوان لي مثلا يعني انا بقولك تاني انا شخص محظوظ ابو الله يرحمه امي ديها الصحة فانا محظوظ بس ان انا اتولدت عند الاتنين دول مجرد حظ فوش اي حاجة مني يعني السؤال انا بقى عايز الناس اللي مش محظوظة هيعرفوا منين لازم الكلام دي يبقى موجود يا جماعة جوة المناهج بتاعة وزارة التربية والتعليم على اختلاف الفئات العمرية والسنين الدراسية بندقيل الولاد اللي في ابتدائي وبندقيل الولاد اللي في اعدادي وبندقيل الولاد اللي في سنوي ولازم تبقى فاهم ان القصة مش قصة فلوس ولا حاجة والقصة مش قصة انت لابس بكيام وركب عربية نوعها ايه ولا حاجة كل ده بقى منثورة لا يساوي اي شيء ممكن يبقى فلان الفلان يلابس اشيك واغلى بدلة وركب ادخن عربية وهو شخص تافئ او شخص عديم الضمير او شخص اخلاقه في الحضيض انت كده تصدق ان هو ابدا ناس هو مين قال لك ان انت لما هتتكلم انجليزي كتير ولا فرنساوي كتير انت كده بقيت مصقف ولا متعلم ولا بقيت ولد ما حصلتش ولا بنت ما حصلتش مين اللي قال كده مين اللي قال جبناها منين دي حالة احتقار الثقافة دي كارثة ولازم كلنا نشتغل على محوها ونشتغل اكتر على اعلاق ثقافتك الخاصة كمجتمع وكشعب انا عايز اعرف بحقيقة والله العظيم وانا لسه عندي قوة رسمة في المدرسة يعني لازم يكون في قوة رسمة في المدرسة لازم يكون في قوة موسيقى في المدرسة لازم يكون في قوة تدبير منزلي في المدرسة لازم يكون في قوة زراعة في المدرسة لازم يكون في معمى العلوم في المدرسة طب سيبك من العلوم ده ده خليني في قط الرسم على سبيل مساء على ذكر عبدالهادي الجزار هنعلم الولاد ترسم بس هو فين التسقيف هنا في الموضوع يعني هعلمك ترسم الشجرة والنخلة وهعلمك ترسم طبيعة صمتة وهعلمك ترسم بورتري وبروفايل اللي هو بالجنب ده حلو؟ علمتك التكنيك لكن أنا ما ثقفتكش الرابوت هيرسم أحسن مني ومنك والكاميرا هتلقط بدقة أعلى مني ومنك علشان أطلع رسام لازم يكون هنا في حاجة الموهبة دي انت فاكر الموهبة يعني إيه انت فاكر الموهبة دي أنا أحب يرسم حلو دقيق يعني موهد تاني الكاميرا هترسم أحسن منه أو بالأضاق هتلتقط صورة أحسن هم على الاتفاشل انتليجنس والمشعار في إيه خلق كل حياة دي شكرا الموهبة هي أولا ثقافة تذهب إلى التفلسف فيبدأ الفنان ده يخرج أفكاره وفلسفاته في اللوحة وفي التمثال وفي المنحوطة وفي المجسم إلى آخره هو أنت فاكر الحاجات دي اللي هي بتتبع غالي قوي بتتبع غالي قوي علشان إيه علشان وراها فكر وراها فلسفة وراها ثقافة ثقافوا العيال في حصص الرسم يا سيدي ده حتى لو ما فيش حصة لو ما فيش ترقودة رسم دلوقتي في المدرسة أيا كانت أيا كانت على الأقل حصة الرسم وعودوا تكلموا مع الولاد تسقي فيه ثقفت لمزتك مدرسة كنت ولا مدرسة رسمة في المدرسة ثقفت لمزتك ومحدش ياخد الكلام على سدره إحنا عاوزين نبني بلد ونبني جيل أجيال مش جيل عاوزين نبني نشأة حقيقة ابنه أجيال فيه مدرسة يسمعني وفيه مدرسة هتسمعني واقوله يا يوسف دا احنا بنعمل والله بس وفيه واحد تاني ياخد وعاوز يقول إيه يعني عاوز يقول إيه عايزة يقول أنت بتشوبش شغلك بس خلاص عايزة يقول أنت رايح تقبض المهي وتروح على بلاطة كده طب ما ترضي ضميرك سنة يعني إحنا معندناش ضمير ما هو اللي ما بيعلمش مظبوط أو اللي ما بيشتغلش مظبوط في أي قطاع أنا لو ما بيشتغلش مظبوط يبقى معنديش ضمير بس كده وده 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 اللي ما بيشتغلش مظبوط عديم الضمير وما يستحقش القرش اللي بياخده وبيضمر أجيال وبيضمر ناشئة المسألة فعلا جريمة مش هزار أنا وأخد الموضوع على صدري جدا بصراحة لأن أنا ملاحظة أن أنا عندي أجيال كلها مشوهة عندي 3-4 أجيال مشوهة في البلد دي مشوهة أنت عارف يعني إيه تشعر بجد والله العظيم بدون مبالغة أنك أنت بتضرب في قلبك لما تلاقي عيال عندها حالة استعلاء على ثقافتها المصرية والشعبية يا روغل